اهلا وسهلا متابعي انفاس بريس على برنامج ضيف انفاس ضيفنا اليوم حسين صاف عضو المجلس الاداري لمنتدى شمال افريقيا لحكامة الانترنت وذلك لتسليط على الدورة الخامسة للمنتدى التي سنعقد في ليبيا اهلا وسهلا استاذ صاف مرحبا بك شكرا على استضافة نعم استاذ صاف بداية بغينا نعرف بالمنتدى شمال افريقيا لحكامة الانترنت متى تم تأسيسه ووظائفه اذا تطرقت لأسباب النزول منتدى حكامة الانترنت العالمي تم تأسيسه خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات في 2003 فكانت هنا الحاجة الى كان اول مؤتمر لجعل الدولة ما بقتش هي الفاعل في المجتمع وفي المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل اثبت المؤتمر دور القطاع الخاص ودور المجتمع المدني ومنتدى حكامة الانترنت الدولي هو مجتمع مدني مكلف بتدبير قضايا الانترنت المستجدة في هذا التاريخ في 2003 وتبع هذا التأسيس للمنتدى الدولي منتديات قارية فهناك المنتدى الافريقي هناك المنتدى الشمال الافريقية هناك المنتدى العربي لحكامة الانترنت اضافة للمنتدى الدولي بالنسبة للمنتدى الشمال الافريقية يضم سبع دول من السودان الى مصر الى ليبيا الى تونس واحتى موريطانيا المغرب طبيعة الحال يعقيد دوراته كل سنة وكل سنة يتناول الخبراء من مختلف الدول ومن البلدان الشمال الافريقية طبعا اخر مستجدات بيئة الانترنت في المجال التكنولوجي في مجال الابتكارات وفي مجال المستجدات بكل انواعها اخرى الدورة السابقة كانت في المغرب وخصصناها للدكاء الاصطناعي وكان المقر في معهد الاتصالات بالرباط ومعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط كذلك الدورة دي الواحد عشرين أي الدورة الثالثة كانت في موريطانيا وخصصة لبحث قضايا ورهانات ومستجدات الرقمنة في المجال الإدارات العمومية ماذا سيد صاف ما هو دور المغرب في هذا المنتدى؟ الدور المغرب كما قلت بعد هذه المنتدايات القارية والمنتدايات الإقليمية هناك أسس المغرب منتدى وطني يجمع كما قلت في القيمة العالمية لازم إشراك الفاعلين مجتمع مدني قطاع خاص قطاع عمومي إلى آخره إلى منظمات دولية وهذه اللجنة الوطنية السكرتارية التنفيذية موجودة في وزارة الانتقال الرقمي للأسف هي نائمة منذ بضعة سنين لكن سنوقضها إن شاء الله في منتدى ليبيا بالنسبة للموضوع المواضيع التي تترق لها الدورة هذه الدورة خصصت لمستقبل بيئة الانترنت من حيث الفرص التي تمنحها والعراقيل التي تطرحها فبالنسبة للجيل الجديد الآن للثورة الرقمية الثورة الرقمية بدأت بالأتمة من بعد ولت إلى الدكاء الاصطناعي الدكاء الاصطناعي هناك من أثار لسينيال دالار يقولون الجرس الخطر أو تنبيه الخطر أنه يهدد الشغل يهدد المناصب ويهدد الإنسان في دوره الأساسي لكن الآن دخلنا ومستقبل بيئة الانترنت دخل إلى مرحلة جديدة تسمى تركيز على الإنسان على سعادة الإنسان على دور الإنسان فأصبحنا نعيش في هذه اللحظة بالدات التكامل ما بين الآلة ما بين الروبوت والإنسان ولم يبقى علاقة صراع وهذا ما أدى في آخر ندوة لوزارة الانتقال الرقمي والوكالة الوطنية للتنمية الرقمية ندوة حول الجيل الجديد من الصناعة لدخل في مجال الأنسان أي الاهتمام بالعامل الاهتمام بالمهندس فهذا هو الثورة الآن الرقمية أصبحت أكثر إنسانية مما كانت فيها هذه من بعض المواضع ثانيا تفعيل اللجنة الوطنية النائمة مثل اللجنة الوطنية المغربية بحث الفرص التي تمنحها التكنولوجيا في مجال المال والأعمال فالآن الفينتك والأداءات عبر الموبايل أثبتت نجاعتها في تفعيل دور المواطن العادي ليقوم بعمليات مالية بدون وسيط وبدون مصارف إضافية فهذه الأداءات وما يسمى بالاقتصاد المال والأعمال الفينتك حققت والثورة لازم المغرب يستفد منها وعندنا الحمد لله شركات وفاعلين اللي يمشون بعيد وظهرت الآن في بيئة الانترنت وهذه السنة تناولها صناعة جديدة مننا وجديد وهي صناعة المحتوى فما عجزت عنه المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام من الوصول إلى مرحلة التصنيع الإعلامي الآن من سيدخل هذا من يحقق هذا الحلم أي التصنيع في مجال الإعلام هو أنت وأنت وهو المواطن صانع المحتوى المؤثر وحبد لو نطور جيل جديد من الصحفيين المؤثرين كصناع الاقتصاد الجديد هذا هو التطور الجديد في بيئة الانترنت وإذا لم نأخذ الركب سنتأخر أكثر كما تأخرنا في الاستراتيجيات الوطنية للرقمنا أو الاستراتيجية المغرب الرقمي 2009-2013 التي كانت فاشلة فاشلة بقرار من المجلس أعلى للحسابات أنا لا أقول هذا إذن هذه الفرصة الآن للرقمنا لازم نربح الرهان أو بالنسبة للمنتدى ما هي التوصيات أو القيمة المضافة لهذا المنتدى الذي سينعقد بليبيا أنا لا أستبقل ننتظر نعقاد المؤتمر أو المنتقى من 14 الأسبوع القادم سيبدأ 14 ماي إلى 21 ماي وسنرى ما هي النتائج لكن القيمة المضافة لهذا المنتدى أننا المنتدى سيجمع الخبراء من شمال إفريقيا ومن العالم وهناك كل الفاعلين من المغرب مشاركين من القطاع خاص قطاع عمومي إلى آخرين الرهان الرهان لهذا القيمة المضافة جاوبا على سؤالك هو أننا ننظم بالموازات مع منتدى الخبراء منتدى للشباب ندرس لهم خبراء يدرسهم بطريقة مبسطة هذه الرهانات ويترجمون في أفق إعداد الأجيال الجديدة لهذه الرهانات المنتظرة التي تعطي فرص غير مسبوقة للتطور السريع لفائدة المواطن للبلاد والعباد شكرا جزيلا سيد إصاف على كل هذه التوضيحات شكرا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة ونضرب لكم موعدا جديد اشتركوا في القناة